بدأت جهود الفرقة الفنية للجهة المنفذة دائرة الأشغال العسكرية لمشروع صيانة وسفلة طريق رأس مربط وبناء الجسر الرابط بين مديرية التواهي بالعاصمة عدن أعمالها في رشي مادة MC للاستعداد والتجهيز لبدء عملية السفلة للطريق الحيوي وأكد مدير المشروع المهندس محمد عبد الوهاب أن العمل في تقدم مستمر وباشرنا برشي مادة MC اللاصقة لطريق استعداد لبدء المرحلة اللاحقة في فرش طبقة الاسفلت في إطار التحركات المستمرة لمواصلة الأعمال في المشروع مشيرا أن سعي القيادة الوزارة والصندوق في الدفع بعجلة التنمية في البنية التحتية للشبكة لتعزيز أوجه التنمية في البلاد شكرا